السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمال برحب المشتركين الجديد معي. بقول لكم اهلا وسهلا بيكو. وبقول لك لو انت لسه جديد واول مرة تشوفنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول دلوقتي اه القراءة العامة. اللي موليد برج الاسد. اه نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الاسد. برج الاسد انت انت محتار. شايفك شايفة طاقت بتاعتك محتار ومتلغبط ومتيه الفترة دي. ومش عارف تقيم اي حاجة بشكل كوي. او بطريقة مزبوطة. اه كمان شايفة بعضوكو عندو حيرة بين شخصين. مش عارفة حكاية الحيرة بين شخصين. برضو برج الحمل كان عندو حيرة بين شخصين. انت عارف انت محتاج ايه? انت محتاج تباد وتقعد مع نسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها تبص عليها من بره. محتاج تخرج بره مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه. دائد انك ممكن تستشير شخص. انت تعرف انه عندو حكمة عشان يقدر يسيبك. اه ولو ما فيش يبقى انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي. اه تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. لو خرجت بره المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى هتقدر تحلها. هتقدر تشوف كل جوانبها. متخطش نفسك جوة. آآ بعضكم هينهي علاقات والشعر ده بالزبت العلاقات السيئة والمؤلمة والسامة. انا شايفك هنا مش قادر. آآ في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها. هي فعلا فيها عوائد كتير. آآ شايفات كمان آآ شايفات خايف من خسارة. ما تقدرش تتحملها بعد كده. آآ آآ لكن الانسحاب والتفكير من بعيد بناظرة شاملة هتقدر تاخذ القرار ان شاء الله. انا شايفك عندك هموم آآ عندك هموم كتير قوي غير العاطفة. آآ ومسئولية كبيرة. شايفك شايل مسئولية كبيرة وتقيلة آآ وبالذات المشاكل المادية. رغم اني شايفة ان وضعك المادي بتده يتحسن. وآآ وبقولك ان بشوية جهت. انا شايفة ان شاء الله يتحسن للافضل. او للوضع اللي انت بتتمنيه. انا شايفة مسئولياتك واللي انت عايز تعمله. آآ ممكن نقول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك. آآ لكن انا شايفة ان انت رايح لتحسن للافضل ان شاء الله. شوية مجموط بس كده. آآ آآ برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك آآ من كذا شخص في محيطك. بس وكأنك مش من صفيت لهم خالك. لكن احتمال الشخص اللي بيلك آآ يعترف لك بحبه خلال الفترة دي. انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت. ممكن يكون في اعتراف او تلميح خلال الشهر ده. آآ كمان انا شايفة ان الحب ده في شوية عوائق. آآ في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط. آآ في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك. يعني الطرف الثاني ده احساسه. احساسه ان في عاقص كبير موجود في العلاقة. هو كمان عنده قلق وخوف آآ من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انتا. كل ده احساسه ثلاث الثاني زي ما قلت. الطاقات الموجودة في القراءة شايفة طاقة المائية نارية هوائية. آآ طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج. آآ الطاقة يعني ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية. في الفترة دي. آآ دوجي الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبساء الحاقضين في محيطك وفي العمل وثبيتك. آآ خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها. آآ عايز اقولك ما تتعاملش بساذجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف آآ انهم مش بيحبولك خير. آآ مش بحسن نية ان انت تصديق الظالم بالنس لأ. لكن آآ زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعامل بشوية ساذجة. او انك آآ انك آآ انك كمان ممكن تخليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس. آآ قلتلك قبل كده انك محض هيرة ومحض حسد. آآ بسبب آآ النعم ربانية ربنا وهبهيلك. آآ يعني انت ملكش ايد فيها. حاول تصفي ذهنك. آآ تبعد عن اي افقار سلبي علشان آآ لو حبثت نفسك في افقارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك. آآ حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك. آآ نرجع للناحية العاطفية ونعرف الاول فقطة العاطفية. انا شايفك عندك حماس في اللي بداية جديدة. آآ لكن شايفة حينها ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اللي انت معيه. او تجهلوا المشارك. آآ انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك. اولا هي في الغلب هتكون علاقة زواج. او علاقة قوية استمرت في اثنين. آآ هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد. ان هو شايف فيك كل صفاتك. بيشوفك قوي بيشوفك قائد. بيشوفك عندك كارزمة عالية. كمان بيشوفك آآ ناجح في حياتك. او بتعرف ازاي تنجح في اي في اي حاجة انت عايز تعملها. آآ اللي مش بيعجبه فيك. ثواني. آآ اه. انا بقولك هو فعلا بيخفني انك مش بيعجبه فيك. هو انك ممكن تنجي العلاقة في اي وقت. برغم الحب الكبير اللي بيشوفه لكن مش بيتطمل لك. انت عند يعني انت عند اي خطأ آآ ممكن تهد المعبد عليه فيك. هو بيشوفك عامل كده. آآ كمان هو بيشوفك نزجك متقلب. يعني ودي فعلا انتقفك يا برج الاسد. طب نشوف ايه اخبار العلاقة. انا شايفة العلاقة فيها الزعل كبير. في علاقات عند بعضك طبعا. شايفة في علاقات فيها الزعل كبير ومشكل كتير عند البعض انتصال. آآ شايفة في احساس بالندم. آآ يعني صراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي. كأن اللي حصل ما كانش سهل. او فضل يتراقم او تتراقم احديث كتير مرت بالعلاقة دي. آآ لحد ما بقى الموضوع كبير كبير لتقلبوكم انتو اللي اتنين. انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعالك آآ بسبب ان شايفة السيوف في قلبك انت. مش هو. آآ للبعض احتمال وجود طرف ثالث بس ممكن الطرف الثالث ده زي ما شفت في الاول ممكن الطرف الثالث ده عندك انت يا برج الاسد. لان في بداية الكراء زي ما قلت لك انا شايفة ان انت اللي محتار بين شخصين. بس هنا في الكارتة ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحضن اللي انت حاسس بيه دلوقتي هيروح مع الوقت. آآ الطرف الثاني هو حاسس ان هو مهزوم. مهزوم وتعبان قوي. آآ ده بنسبة للمنفصلين. آآ طب ثويني. نشوف هو ايامل ايه. انا شايفة هنا اللي ذهري هو شخص مخيدة. عند البعض طبعا. يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه. انا شايفة هنا ان انت تتعاملت مع شخص مخيدة. هو خدعك اكتر آآ من مرة. وبعدها هو بعد. يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد. آآ وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندهش حلول ولا ولا عنده حاجة يقدمها لك. انت نوعا ما شايفك يا برج الاساس تعودت على الوضع ده. او تعودت غيبه. يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية. السادة السادة يقل بعضكم آآ شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية آآ يعني شايفك حاجات تانية تديت تحقق منها انجازات. اتديت تحقق منها نجاحات. آآ بعضكم ممكن وجه ساقته وافكاره البزنس. ممكن بزنس قدرت تنجح فيه. آآ لكن من وقت للتاني لما بتفكر بتبعد. انا شايفة لبعضكم الحديد عايز يرجع. بس انا شايفة هنا عنده طوفي تخوف عليه جدا. هو خير. ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزات. آآ هو في جميعه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله. آآ انا شايفة عند البعض هو غضر بيك. وهو اتغضر بيك. آآ هو كل تفكيره في الطريقة. يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها يتسلم ازاي? يبحث ازاي? يقول ايه? آآ هو واسط انت مش هتبدأه تاني. ممكن يكون خداع خصل اكتر من مرة. هو واسط ان انت مش هتبدأه تاني. بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي. آآ يلفت نظرك لي بطرق تانية. آآ لان شايفة بيحاول يبين لك انه كويس آآ انه بقى ملتزم. آآ مثلا آآ آآ لو ما كانش بيشتغل يبين لك ان هو بقى بيشتغل. آآ لو ما كانش ناجح يبين لك ان هو بقى ناجح. آآ بس الطرق غير مباشرة. ممكن عن طريق السوشيال ميديا. آآ او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره. المهم هي طريقة مش مباشرة. بس انا شايفة كتير منكم آآ باصس لقدامه. شايفة يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنهي آآ يعني عايز تنتهي من الماضي خالص. آآ انت من الواضح عندك آآ عندك منه مشاكل نفسية فيه مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الاسد. انت عايز تستشفي منها وكأنك بتعيش آآ سعادة مزيفة يعني بتبحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك آآ آآ عايز في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية سيئة اللي انت فيها آآ سويني. مسح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه آآ برج الاسد السائل خير آآ يعني ما شاء الله اتفقل خير انت عندك آآ عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية آآ كمان انا شايفة الناحية العملية آآ فيه تقدم وتميز ونجيح آآ شايفة انك آآ بتتعيد ناختك تاني. آآ لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم عنكم. زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. العاطفية زي ما قلت مكتب من اثنين بعضوكم في انفصال. والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين. وهنتكلم عن الحالة العاطفية. البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله. آآ كمان شايفة بعضوكم بيفخر في سفر. آآ انا كمان هعمل لك. الناحية الصحية. الناحية الصحية البرج الاسد. آآ بعضوكم عنده مشكلة في الرقبة من الخلف. من الناحية ايضينين. آآ عضلة الرقبة. ده عند البعض سبع منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا. ممكن ما تعرفش اثنين منها. كمان بعضوكم عنده مشكلة آآ مش استدر. القفص استدري نفسه بتحسه من العضم بتبطيع ونفسه هو اللي بيقلمكو. بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب آآ بسبب تكيف بسبب جو بسبب حاجة دي كاي. مشكلة بسيطة. لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكثر. آآ هتحب ستة كارت آآ طاقة عامة ليك يا برج الاسد. ودي هدية مني ليكو لكل برج يعني هشوفو. هدية ليه مني ليكو في القناة. في القراءة بتاعة الشهر ده. آآ وهعملها مع كل الابراد بازن الله. آآ برج الاسد بازن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار آآ بس نقول يا رب. ونضب الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار السربية. هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله بازن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك آآ آآ والموضوع هيعلى بالتجريج. يعني بالتجريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله آآ عايز اذكركم بالصدقة. الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايز هتمن في حياتك تصدق. ودي عن تجربة شخصية. آآ في الفترة اللي جاية آآ برج الاسد انت هتكون سيد قرارك. هيكون عندك قدرة ان آآ انت آآ انت اللي تتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع. آآ من الواضح عندي هنا آآ ان مرة عليك وقت كنت فيه ضعيف. كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف. وده خلى نير تدخل في حياتك او يقول لي هكلمة في قرارات مصرية تخص حياتك. الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني. انا شايفة ان انت اللي هتحبت كل حاجة تخص في حياتك. انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك. آآ بعضكم كمان آآ شايفة انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل بازن الله. آآ كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك. آآ كمان برج الاسد آآ من يكون حبيب. الشخص ده هيساعدك انك تتخص في حاجات كثير سيئة حصلت لك في حياتك. وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده. ودايد يعني بايته عن بعض وهتشوفه بعد دي. آآ آآ كمان ممكن اقولك انك آآ عندك اتصال. عندك اتصال سريع او خبر سعيد. آآ آآ انت مش متوقع. بازن مني بازن مني. آآ آآ بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في القراءة العاطفية لموليد برج الاسد في الفترة اللي جاية. وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة برج الاسد. اشتركوا في القناة.